اهلا بيكم في الاهلي خط احمر ورجعنا لكم واكيد وحشتونا ونتمنى نكون وحشناكم اهلا بيك يا سامي اهلا بيك يا فارس واهلا بكل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان كنا طبعا مع حضراتكم خلال برنامج الاهلي في المنديال والحمد لله ختمنا بمدالية برونزية في ظل ظروف صعبة وعودنا اليكم والاهلي خط احمر ولان الاهلي خط احمر فواقع الاهلي كمان خط احمر ليه واقع الاهلي خط احمر لان اللي بيعمله النادي الاهلي بيسهل على البعض التفكير يعني ايه يعني لما تشوف النادي الاهلي بيتخطى بالميرس وبيكسب منتريه وبيفوز على الهلال السعودي بربعية اعتقد ممكن تقول ان سهل انك لو موجود مكان الاهلي تحقق اللي بيحققه النادي الاهلي حتى لو أنت في تاريخك كله ما سنطرتش مرة واحدة في كاس العالم للآن دي كمان لما تشوف النادي الأهلي بيحقق دوري أبطال أفريقيا لمرتين على التوالي ممكن تشوف أن الموضوع سهل وأن أنت تقدر تعمل زي ما الأهلي بيعمل وكمان تشوف أن الدوري أسهل أو أصعب من دوري أبطال أفريقيا برضو اللي خلاك تشوف ده هو النادي الأهلي ليه؟ لأن النادي الأهلي هو اللي بيسهل كل ده هو اللي بيحسس غيره أن ده ممكن بس للأمانة هو مستحيل مش ممكن هو سهل وممكن عشان بس ده النادي الأهلي أما لو حد غيره الموضوع صعب الموضوع مستحيل والموضوع بيبان كل يوم أنه هو مش بالكلام عشان تكون بطل عشان تحقق دوري أبطال أفريقيا مرتين عشان يبقى الفارق بينك وبين أقرب منافس هو ضعف عدد بطولات موضوع صعب قوي ولازم بس يكون عندك جينات الأهلي اللي مش موجودة في أي حد صدقوني موضوع صعب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر